كم هي الصورة مختلفة اليوم عما كانت عليه في مثل هذا الوقت قبل ثلاثين عاماً تقريباً قبل ثلاثين عاماً دخل ياسر عرفات إلى قطاع غزة واستقبل استقبال المحررين وكأنه فعلاً حرر فلسطين وجزء لا بأس به من الناس كانوا فعلاً يتوهمون أو يرجون أن تكون تلك بداية التخلص من الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جثم على صدور الناس سنوات طويلة دقوا فيها الأمرين فكانوا يعني يفضلون أي شيء بديلاً للاحتلال شوفوا اليوم الصورة هذه السلطة التي أنشأها ياسر عرفات قبل ثلاثين عاماً في عام الف تسعمية واربعة وتسعين كان من المفروض أنه بعد خمس سنوات تفضي إلى دولة فلسطينية والناس ترتاح ودولة إلى جانب الدولة والفلسطينيون كثيرون منهم قالوا يعني شيء أفضل من لا شيء لكن الحقيقة أثبتت السنون وأثبتت الأحداث أن مثل هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية لا يمكن أن يتخلص منها إلا بثمن باهظ الحل ما بيجيش مجاناً اليوم غزة تجرف اليوم الضفة الغربية أيضاً تجرف ما يفعلونه في غزة يفعلونه الآن في الضفة الغربية شمار الضفة الغربية يمارسون فيه نفس الوسائل وأنا أظن أن أعداداً متزايدة من الذين توهموا قبل ثلاثين عاماً وظلوا يتوهمون على مدى ثلاثين عاماً أن حل الدولتين يمكن أن يكون مخرجاً من هذه المعضلة أدركوا اليوم أن ما حرر فياتنام هو الذي سيحرر فلسطين ما حرر الجزائر هو الذي سيحرر فلسطين فيش حل آخر الواقع الحقيقة أن إسرائيل لم تكن عندها نية حل المزدوج هذا الدولتين والدليل على ذلك استمرارها في الاستيطان واستمرارها في السياسة الاستعمارية التي انتهجتها في الضفة الغربية وفي غزة فإذن ما فيش أمل أن إسرائيل تتفاهم معها على دولتين وأن الدولة الفلسطينية معناها دولة لها سيادة ولها قوة ولها حدود ولها قيادات وحكومة معترف بها هذه دولة وهذه دولة وتستمر الأمور بهذا الشكل في تقديرك ليس هناك إشكالية ربما في التفاوض مع المحتل من باب التفاوض وصولا إلى حل ما قد يكون مرحلي كما يقول البعض أو قد يكون حل نهائي كما أيضا يرى البعض حتى داخل المجتمع الفلسطيني لكن في تقديري أنه كان خطأ المفاوضات الفلسطينية أولا تفاوض يعني وصلت إلى طاولة مفاوضات ووضعت تفاهمات حصلت تفاهمات الكارثة في هذه التفاهمات هو الاعتراف المبدئي الأولي بدولة إسرائيل في الوقت الذي لم تعترف به إسرائيل بدولة فلسطينية هذا كان خطأ أساسي خطأ استراتيجي خطأ الثاني هو التخلي عن حق المقاومة المسلحة كخيار مكفول وفق القوانين الدولية ريثما تتحقق كامل الاتفاقات وهذا لا يتناقض حتى لا مع القانون الدولي ولا مع صيغ التفاهمات يعني أنت على طاولة التفاوض قد تصل إلى هذا المستوى من النقاش مع المفاوض إذا كان بالفعل يريد أن يصل إلى حال أنه من حقك في حال التراجع أنك تستعمل القوة كأداة أساسية للضغط التفاوض على أجندتين مختلفتين لا أختلف ولذلك يعني ما فيش مصلحة أن تكون هناك الطاولة أو منضد أن الناس تتفاهم حولها أنه ليس الاعتراض بشكل مبدئي القصد على التفاوض مع المحتل إذا كان سيحقق شيء من الدولة الفلسطينية ربما تتطور لاحقا لكن الحصل هو العكس كما شرط حضرتك يعني أنا أخوكم مفاوض مفاوض إطلاق صراحة أسرى لكن أيضا أدخل في مسألة المفاوضات أحيانا الحقيقة أنه عنوان المفاوضات في قصة فلسطين ربما هي من العناوين الأبرز لأن المفاوضات كانت العامل الأقوى الذي استخدمه المحتل لأجل زيادة بسطته لأجل توسية نفوذة لأجل السيطرة المتزايدة وتبقى حتى اليوم يعني حتى هذه المفاوضات لأجل وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل لا عناية لها بوقف إطلاق النار لا عناية لها بل بالعكس هو نتنياهو عدة مرات صراحة أنا مستغرب أنا مستغرب هو يقول هو يقول ولكن الإعلام لا ينقل هو يقول أنه أي اتفاقية فيها أي شيء إشارة إلى نهاية حرب هذه مرفوضة طيب هو يقول هذا هو قالها لست أنا أقوله طيب قضية المفاوضات هي قضية استراتيجية بالمطلق قد تكون فيها بعض المسال التكتيكية أني عايز أوصل إلى شيء قريب لكن في النهاية المفاوضات هي أداة استراتيجية بالتمام أنا أستغرب أستغرب حقيقة من يعرفه شيئا بسيطا في التاريخ من يعرفه شيئا بسيطا في طبائع البشر من يعرفه شيئا بسيطا جدا 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 في طبيعة الجيو بولوتيكس أو الجغرافية السياسية كما يقال كيف كان لهم أن يؤمنوا أو يعتقدوا ولو للحظة بأنه إسرائيل يمكن أن تمنح الفلسطينيين أي شيء هذا لا يمكن ولذلك قضية توسع وأنا أعتقد أنه هذا الذي يجري في الضفة هو إثبات لما كنا نقوله في مجالسنا من زمان وهي أنه إسرائيل لن تتوقف إسرائيل لن تقف عند حائط أو حاجز أو حد سؤال يا دكتور هل الوضع الدولي تغير بشكل يفرض على إسرائيل أن تغير سياستها هذه السياسة أو إلا لا هل هنا الآن يعني فيه بوادر اعتراف بالدولة الفلسطينية وحصل هذا في الأمم المتحدة وفي جنوب أفريقيا وفي مواقع كثيرة لكن هل هذا ممكن تحويله إلى من مجرد يعني كلام على ورق أستاذ فريد رأي إلى إلى فريد رأي الشخصي رأي الشخصي بأنه هذه مرة ثانية أنت الذي تمنح إسرائيل من خلال كل هذه الخطوات وقت وإسرائيل بحاجة إلى وقت العامل الأهم الرصيد الأكبر والأغلى لدى إسرائيل هي الوقت العالم تواطأ عبر سبعين سنة لأجل إعطاء إسرائيل وقت ولا يزال يتواطأ يوميا لأجل إعطاء إسرائيل وقت يا فكرة الدولة الفلسطينية هي أكبر جرعة مخدر طبعا أعطيت طبعا للفلسطينيين وللعرب ولكثير من الناس حول العالم أنه نحن نؤملكم بأنه سيكون لكم في يوم من الأيام دولة بغض النظر أنه ممكن تتحقق هذه الدولة أو مش ممكن دولة من المفروض أن تكون مجاورة لدولة استيطانية عقيدتها لا تسمح أساسا بالتعايش مع أهل الأرض الأصلي شوف الجرعة هذه التي تفضلت بها عمرها 77 سنة من قرار التقسيم في 1947 فيه دولة للعرب ودولة لليهود في فلسطين ودولة للعرب يعني للفلسطينيين فيها 45% من أرض فلسطين التاريخية زائد أن القدس في وضع دولي وتحت إدارة دولية إلى آخر يعني موضوع الدولة هذا في الحقيقة رأى جرعة منذ 77 سنة تعتخذير واستمرت إلى درجة أنه انتقلنا من دولة بـ 45% إلى حديث على فيما بعد على إزالة آثار العدوان والاعتراف بخطوط ما قبل 4-6-67 أي أن الدولة الفلسطينية تكون في حدود 22% من الأرض ثم جاءت أوسلو للا تقل كارثية على 67 واعترفت بأريحة أولا والحديث على دولة فلسطينية يمنحها المحتل الذي عقيدته هو التوسع عقيدة الدينية هي إسرائيل الكبرى وعقيدة العلمانية هي التوسع ولا يعترف بحدود أخرى ووضعوا سلطة فلسطينية ثم أدخلوا لهذه السلطة الفلسطينية أخرجوا منها بعض العناصر اللي كانت فيهم شوي تروح وطنية وانتهت بمقتل باغتيال عرفات ليضعوا على السلطة الفلسطينية عملاء أصبحوا في إطار التنسيق الأمني ويقول لك نحن تحت بساطير المستاني فكرة التفاوض ضروري في الثورات قالت دكتور أنس هو شيء استراتيجي دائما أكيد لكنها أصبحت في قاموسنا العربي كلمة قديرة طبعا بسبب سلوك بسبب سلوك طبعا حصل تطورات التفاوض ليس خطأ لكن التفاوض وفق قواعد معينة وأن لا تلقي سلاحك عندما يخرج عرفات في بداية التسعينات ويقول أن المثاق الفلسطيني أو المثاق الوطني تعمل نظمة التحرير نظمة التحرير كادوك وأنه ضد الإرهاب وأصبح يدين نفسه أدن نفسه أدن نفسه بلا مقابل بلا مقابل إلا أريحة أولا وأشياء بسيطة هكذا كانت إذن كان الانحراف ولذلك الانحراف صحيح أنه جماعة عباس ودحلان أقدموا على كوارف الانحراف كان بعرفات بس بالتذكير لم يكن بدون مقابل كان بمقابل والمقابل هو اعتراف العالم به ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني إذن لم تكن القضية هي قضية الدولة الفلسطينية بقدر من قضية فصيل فأصبح بإمكانه أن يوقع على مصير الشعب الفلسطيني على مصير الشعب الفلسطيني يعني ما أدري أنا إذا كان ياسر عرفات رحمة الله ليه أنه كان يبغي الوصول إلى هذه النقطة لكن على ذكر ما تفضلت بها حضرتك والتغير المناخي أنا ذاك بالمناسبة القرار الدولي اللي سمح لإسرائيل بالاعتراف بها بالأمم المتحدة كان مشروطا بالمناسبة على إسرائيل أن تعترف بقيام دولة فلسطينية يعني إسرائيل وفق القانون الدولي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة لا يعترف بها ما لم تعترف بوجود دولة فلسطينية وإن كان هناك طبعا كم هذا سلاح دوحدين طبعا لكن اللي حصل أنا في تقديري عدة أمور بصراحة أولا في المجتمع الإسرائيلي حتى نكون يعني موضوعيين المجتمع الإسرائيلي تطور نحو التطرف أنا لا أقول كان معتدلا وتطرف لا تطور نحو التطرف يعني حزب العمل وإن كان كان يقود حروب وإلى ما هنالك لأن يعني لم تعد له قاعدة شعبية لأن القاعدة الشعبية اللي هو في غاية التطرف اللي هن المستوطنون يعني الآن حتى يقودون دولة بن يمين نتني وهذا واحد الأمر الثاني الفلسطيني حصل فيه انشقاق هائل عجزة السلطة لأسباب مختلفة بطواطئ بغير طواطئ بمصالح شخصية أن تستمر على نفس المستوى من الضغط لتحقيق ما تم التفاهم عليه إجا الإنقسام أيضا بيد داخلية وخارجي أيضا ساهم في هذا الموضوع في تقدير العامل الأكثر أهمية هو الموقف العربي بالمناسبة ما أتوا بالرئيس سعرفات لطولة التفاوض إلا عقب احتلال العراق للكويت واتيان الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة وبدأ الحديث عن تغيير مناهج التربية في المدارس وفي الكليات وأنه لم تعد يعني أنه كانت يقال أن القضية الفلسطينية هي الشماعة التي يعلق عليها الدكتاتوريون في العالم العربي قضاياهم للنيل من الحقوق والرفاهية وفق هذا السياق طرحت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع وتقدمت أنا تقديري لم يكن ربما المفاوض الفلسطيني على قدر مستوى عالي من النضوج مناسب المرحلة الموقف العربي موقف بدأ بالتخاذل واستمر حتى وصل إلى مستوى التواطئ إسرائيل لم تجد لها من يوقفها وبالتالي ذهبت باتجاه التطرف أكثر مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى وصلنا إلى الصورة التي نحن عليها طبس هو الحقيقة الموقف الفلسطيني تدهور قبل ذلك بكثير يعني أول مؤشر على التدهور في الموقف الفلسطيني الرسمي كان النقاط العشر النقاط العشر في عام 74 يعني بعد حرب أكتوبر 73 لما سدات قال لهم جميعا قطار السلام قادم فمن أراد أن يركب معنا فليركب ومن لم يركب سيفوته القطار وكان صادق فبدأ ياسر عرفات ومن معه يفكرون أنه ليتنا نحصل على شيء ومن هنا جاء مشروع النقاط العشر بمعنى آخر أنه النظرة للمشروع تغيرت من أنه هذا مشروع استيطاني موجه ضد الأمة إحلالي استعماري لن ينجو منه أحد إلى أنه المشروع هو أن نحافظ على ذاتنا كمنظمة بس تعرف للعلم يعني بس عودا إلى نقطة قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي طبعا نقطة يعني أنا مثلا كناشة بريطانيا على سبيل المثال طبعا أبارك لمثل هذه الخطوات أرسلنا برسائل شكر إلى حكومات إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا وهلما جرى ونبقى نفعل ولكن لكن نحن نعلم تماما بل أنا أؤكد لكم كل ما في دولة تعطي هذا القرار وتمنح هذا القرار هو دائما قرار برلماني وليس قرار حكومي رسمي إنما قرار برلماني هذا واحد بالمقابل ستعطى لإسرائيل امتيازات وعقود ومسائل وإيجابيات توازن بل تغلب هذا الذي أعطيه للفلسطينيين يعني هو مخدر لنا بضبط يسكتك من جانب لكن من جانب آخر مباشرة ترى إبرام عقود تجارية ترى أنه في وفود تروح وتجي ترى في اعتذارات من خلف الأبواب المصدة ضمانات فتح آفاق جديدة فهذه مسألة هذه مسألة مهمة الأمر الآخر نعود مرة ثانية إلى ما يحصل اليوم لأنه إحنا الآن هو مرشأ أن يستمر أن الآن الضفة بشكل كامل أن هذا يقع عليها ما يقع لغزة اليوم الأستاذ أنت سألت في مسألة أنه هل تغير العالم إذا أما أنا أقول لك هذا التغير هو الذي يدفع إسرائيل للتوحش ولذلك أنا يعني أكاد يعني أكاد هكذا أتخيل وبشكل واضح أنه الضفة ثم سيتبعها أيضا التغول على مناطق في لبنان ومناطق في سوريا ومناطق في أماكن أخرى والله يستر على الدول الأخرى زي الأردن وغيرها يعني النظرة متشائمة تغفل كل الأبواب أستاذ أنا الحقيقة أقول لك إحنا في النظرة الإيمانية العقدية مالتنا بالعكس أنا متفائل جدا 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 لكن إذا تريد إحنا ننظر في المقياس المادي في أطفال هذا التطور هو التطور الصحيح بالرغم الألم صحيح يعني أنت لما تكون بلادك محتلة ومن قبل مشروع استيطاني استمعاري يعني أنت خذ مثلا الجزائريين لو أن الجزائريين لم يقاوموا المحتل الفرنسي كان راحة انتهت القضية لو أن الفيتناميين لم يقاوموا المحتل الأمريكي لو أن الأفغان لم يقاوموا الأمريكان عشرين سنة أكثر من ذلك التوحش اللي رأي مذكوره أنا أكمل هنا الفكرة بطر عزاب التوحش الفرنسي هو الذي دفع الثورة الجزائرية أن تشتعل هذه الأيام قبل أسبوع معرفة بالذكرى العام الخمسة وخمسين كان هجوم الشمال القسنطيني هجوم الشمال القسنطيني كان واحد من الأيام لأن كثيرين يعتقدون أن الثورة الجزائرية بدأت بعشرات الآلاف من المجاهدين والمقاتل الثورة الجزائرية بدأت بأقل من ألف وخمسمائة رجل هذه طبيعة الثورات من أصل تسعة ملايين جزائري يومها ألف وخمسمائة رجل كثير منهم كان يحملون فؤوسا وسكاكين وليس حتى بنادق يتبدأ ردة فعل بدأت بعدد قليل وقليل جدا عندما بدأت كثير من السياسيين الجزائريين الذين كانوا يطمعون على طريقة السلطة الفلسطينية وعلى طريقة منظمة التحرير التي أصبحت الآن كما تعرفون اعتبروا الثورة الجزائرية بأنها مغامرة بل مقامرة بل خطر على الجزائر وهاجموا الثورة الجزائرية وخرج من العلماء من أفتى بأن هذول خوارج وهذول عليهم أن يبادوا يا أخي محمد نعم إذن السؤال يأتي هو هل خلينا بذل ما نتكلم بعموم خلينا نحط النقاط على الحروس زي ما يقال هل الخط أو الاستراتيجية التي تعمل بها حماس الآن صحيحة أم لا لا شوف بغض النظر عن القائم بالعمل الاستعمار يحتاج الاستعمار الخارجي كل الطرق تواجه بها وعلى رأسها العمل المسلح هذا الاستعمار الخارجي هذا مضمون في القوانين الدولية أنا عندي جواب لما تفضلت به وأنا أعلق على ما قلت قبل شوي وهو أني متفائل شوفوا أستاذ أنا هذا التوحش الإسرائيلي هذا التوسع في الحرب الإسرائيلي هذا هو الذي سيكون ويلا عليها ليش اليوم شئنا ما بينه المشاعر ملتهبة الناس غضبانة الناس ترى ما يجري من قتل لأطفال وتدمي قلوبها لا شك ولكن أن تنتقل من حالة الشعور إلى حالة الفعل هذا يحتاج إلى نقلة كبيرة ما هو أمر بسيط لا تتخيل واحد يبكي 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 هكذا مشة تلفزيون لما يجري في غزة مستعد أنه والله مثلا يضحي بيوم عمل مثلا وكسب لشهر لا تتخيل ذلك هذه تحتاج إلى نقلة هذه النقلة أستاذ أنا باعتقادي إسرائيل هي اللي ترى أستعرف أنا أستغليني أنا أجابه بطريقة مباشرة أكتر شوية رجائن رجائن يعني لا يفهم من هذا أن هذا موقفي لا 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 نحن نتحق ناقش في مفاهيم نحن نتحق ناقش في مفاهيم نا جيد نتوسع النقاش نعم طبعا ولا نعم فيك لا ما السؤال اللي أنت بتطرحه لا ما كنت موجود هنا هو سؤال مشروع لأنه يطرحه كثير من الناس نعم يطرحه الناس بحسنية ويطرحه الناس آخرون بسوء نية يقول لك هذول الناس بمشي للموت ما حدث يوم السابع من أكتوبر لم يحدث والناس مرتاحة في نعمة فكفروا بالنعمة ورفصوها ورفضوها وقرروا أنهم يدخلوا إلى الجحيم ثلاثين عام على الأقل أو ممكن نقول سبعتاشر عام من الحصار المستمر نعم والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي لم تتوقف بما فيها من اغتيالات بما فيها من اجتياحات بما فيها من هدم بيوت يعني معنى آخر أن السابع من أكتوبر هو نتيجة وضع في غاية السوء كان موجودا وكان يتفاقا بشكل مستمر وهذا الذي جرى هو الذي حدث مع كل الشعوب التي كانت مستعمرة ثم انتفضت على مستعمرها وناضلت وجاهدت إلى أن تحررت أكثر من ذلك شوف أنت ذكرتنا مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة ولا أحد يكون وهو أول موظف في العالم كما تعرفون قال ولذلك قامت عليه القيامة قال بعد حوالي عشرة أيام كان في اجتماع أو خمسة عشر يوم حول ما حدث في فلسطين وفي غزة قال السابع من أكتوبر ليس وليد السابع من أكتوبر لم يأتي من فراغ فهذا من الجهة الجهة الأخرى التوحش وانا الفكرة اللي كنت باش نتكلم عليها من قبل التوحش الفرنسي هو الذي دفع أن الثوار الجزائرين أصبحوا بعشرات الألاف بعد أن بدأوا بأقل من 1500 التوحش السهيوني اليوم في الضفة الغربية مثلا بين أمس واليوم مقتل أكثر من 17 شخص إن شاء الله الشهداء هذا هو الذي سيضيق الخناق على جماعة التنسيق الأمني على ميليشيات عباس هذا هو الذي سيزيد لأن هناك آخرين شوف كين الناس كين اللي يرحوا الثورة تفكيرا ورغبة وإرادة للتحرر وكين اللي يرحوا لها حتما وحتمهم الظروف أن يثوروا وهذا اللي يدفع له الاستعمار ودفع له في فرنسا وفي الفيتنام ويدفع له الآن في إسرائيل أعتقد في حالة الفلسطينية أستاذ نحن بحاجة إلى نظرة من شقين نظرة إلى الداخل الإسرائيلي لأنه أيضا هناك تطور في الداخل الإسرائيلي ونظرة أيضا إلى الخيار الفلسطيني ما تقوم به إسرائيل حاليا مع الشعب الفلسطيني ككل سواء المفاوض وغير المفاوض الضفة الغربية أو كتاع غزة هو معادلة صفرية صفرية بمعنى عدم اعتراف بوجود شعب فلسطيني بالأساس أصلا حتى في المناهج التربوية الإسرائيلية هم عبارة عن قبائل عربية وجزء منهم في الأردن وجزء منهم في مصر فما في اعتراف أساسا بمجتمع فلسطيني ذات تاريخ وذات حضارة وذات أرض وبالتالي هي معادلة صفرية لم تترك مجالا للآخر إلا أن ينطفض قيب سموتريتش قالها قبل السبب وبالتالي إسرائيل هي تقتل الآن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التي تتعاون معها عبر سياساتها هذه العجرفية هذا واحد الأمر الثاني في الداخل الإسرائيلي أيضا هناك نقطة مهمة ينبغي أن لا نخفل عنها إسرائيل الآن ليست ذات يعني دولة متماسكة في بنيتها بنية المجتمع الإسرائيل الآن غير متماسك كليا هناك صبغة هل تضح الآن أكثر من أي وقت يعني نحن لو تحدثنا الآن على الخلافات القائمة الآن بين داخل المجلس السياسي أو المجلس المصغر المجلس العسكري الحقيقي الفعلي هل يعقل في الدنيا دولة تقوم هي تدعي تقول أنها تخوض حربا من أجل وجودها يكون هذا الخلاف بمستوى حدة أن رئيس الحكومة لا يتكلم مع وزير الدفاع يمنع رئيس الشباك والموساد من الجلوس إليه يرسل للتفاوض ثم يغير رأيه في نفس اللحظة وبنفس الوقت أناس في الشارع يعتصمون ضده ويطالبون بعقد صفقة ولو بالقوة لأنه نحن بحاجة أن نحرر أبنائنا كما يقولون مجتمع من الداخل غير متماسك الهجرة العكسية في إسرائيل لو بتقرأ كل المؤشرات هناك هجرة عكسية لأنه ما وجدوا الذين كانوا يأملون منه في إسرائيل النقطة الثالثة وأنا في تقديري جدا مهمة هو أن إسرائيل الآن العقل الجمعي الآن يتحول نحو مزيد من التطرف عقلية الأستطان هذه عقلية صدامية لا يمكن يعني سموترش الآن ليس فقط تمرد على القانون الدولي هو تمرد حتى على الحلفاء الداعمين المطلق لإسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يسبب إحراجا لهؤلاء في المتديات الدولية وبالتالي أنا في تقديري ما تقوم به إسرائيل هي تقود نفسها إلى حتفها وهذا التوحش لا يعكس قوة بقدر ما يعكس خوفا وقلقا طبعا أزيدك نقطة النقاط اللي ذكرتها في غاية الأهمية أولا فيما يتعلق بتوحش المجتمع هذه الحقيقة قضية قبل ربما أقل من أسبوع أو بداية هذا الأسبوع لا أذكر تشاتام هاوس كان في ندوة داخلية وذكر هذا الأمر وأحدهم صحفي لا أعرف من هو قال شيئا غريبا جدا قال لما المجتمع أكثر من سبعين بالمئة من عنده وبشراسة يدافع عن حق الجل الإسرائيلي في اختصاب الأسراء يقول هذا مجتمع مريض هذا مجتمع مريض وقالها حتى يعني يعني لا علاج له فلاسفة إسرائيليين مؤرخون يقولون ذلك طيب وهذه في ندوة المسألة الأخرى في قضية البنية المجتمعية هناك إشكال آخر بدأ يظهر بسبب هذه الهجرة العكسية وهذه أيضا ذكرت في هذه الندوة اللي أنا حضرتها قالوا بأنه الآن أكثر من مليون مليون ومئة ألف أو شي تركوا إسرائيل وعادوا إلى إما أوروبا وأمريكا وكندا وإسترائيل أو ما شابه بسبب ما يحدث منه يقولون الآن في إشكالية داخل إسرائيل وهي بأنه أنت عندك حوالي ستين بالمئة من الناس ما عندهم مكان آخر يروحوا له جايين إما من المغرب والعراق واليمن ما عندهم مكان آخر بينما جيرانهم عنده جواز كندي عنده جواز نيوزيلندي عنده جواز كذا فيمكن أنه متى ما أراد يذهب إلى مطار بنغوريون ويسافر فالآن هناك حالة من أيضا الطبقية الطبقية الأمنية في إسرائيل هذه تزداد يعني الجيش هو بنت دولة وهي دولة يعني دولة الجيش في إسرائيل تمام وهذا الجيش الآن يعني في حتى كأنه يعني ما يفعله سموترش على سبيل المثال أنا أقول ما تقول الصحافة الإسرائيلية هو ينشئ ماليشيات مسلحة بنخفير قصدك نعم بنخفير لا أثنين السموترش هو المضفة ضربية سموترش هو مستوطن وهو الآن يعني يلعب يعني صاحب الخريطة الأوسع في يعني تحويل أو الحيلولة دون بقاء الضفة كمشروع محتمل لدولة فلسطينية خطورة هنا أنا في تقديري الآن على سبيل المثال أقر مستوطنة من المستوطنات التي هي إن طبقت يعني إن وفذت على الأرض ستعمل بشكل يعني ديمغرافي لفصل فلسطيني الضفة الغربية عن فلسطيني القدس وبالتالي نحن أمام إشكالية بمعنى تغيير الوقاء على الأرض ترجمة نانسي قنقر